تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بالإجماع قرارين لصالح فلسطين خلال انعقاد الدورة 211 لمجلسها التنفيذي القراران طالب سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها كذلك أعاد القراران التأكيد على اعتبار جميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة منظمة اليونسكو أكدت أيضا على قرارات المجلس التسعة عشر وقرارات لجنة التراث العالمي العشرة الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي يونسكو طالبت أيضا بضرورة الإسرائي في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ارتكبها الكيان الصهيوني وزارة الخارجية الفلسطينية دعت بدورها اليونسكو لمطالبة الاحتلال بالامتناع عن استهداف الجامعات والمدارس وأماكن التراث العالمي وطلب بيان للخارجية المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها غير الشرعية ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني الإسلامي والمسيحي كذلك دعا البيان إلى اتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل اليونسكو حول فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية فيها ترجمة نانسي قنقر